سيسيب حضراتكم مع موجز لأهم وآخر الأخبار مع أحمد اتفضلي أحمد شكرا هدير الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز لأهم الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بكافة التفاصيل التنفيذية لمشروع التجل الأعظم بسيناء اتصاقا مع مكانة تلك البقعة المقدسة من أرض مصر التي شرفها الله بالتجل فيها ولتقديمها للإنسانية والشعوب في أنحاء العالم على النحو الذي يليق بها تغديرا لقيمتها الروحية الفريدة التي تنبع من كونها حاضنة للأديان السماوية الثلاثة جاء ذلك خلال اجتماع للرئيس عبدالفتاح السيسي مع عدد من المسؤولين لمتابعة الموقف التنفيذية للمشروع في محيط جبلي موسى وسانت كاترين وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع استعرض كافة المكونات المخطة تطويرها في إطار مشروع التجل الأعظم ووجه الرئيس السيسي بضرورة أن يتكامل المشروع مع جهود تطوير مدينة سانت كاترين ووضعها بمكانتها اللائقة التي تستحقها كما وجه الرئيس السيسي بتوفير كافة الخدمات لزوار هذا المكان المتفرد على مستوى العالم مع الحفاظ على الطابع البيئي والبصري للمكان يتوجه اليوم المستشار الدكتور حنف جبالي رئيس مجلس النواب مع وفد رفيع المستوى على رأس وفد برلماني إلى دولة الإمارات في زيارة رسمية بناء على دعوة من السيد صقر غباش رئيس المجلس الوطني للتحادي الإماراتية تأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين ورغبة في تعزيزها بما يتناسب ورؤية قيادتي البلدين بالدفع بها قدما نحو آفاق أرحب ومن المقرر أن يلتقي المستشار الدكتور حنف جبالي رئيس مجلس النواب والوافد المرافق له خلال الزيارة برئيس المجلس الوطني للتحادي الإماراتي وعدد من المسؤولين الإماراتيين وذلك لتبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات خاصة على الصعيد البرلمانية وجه رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى منبولي بالإصراعي في بدء إنشاء المحور المقترح بمنشية القناطر التي شهدت مؤخرا حادث سقوط سيارة في نهر النيل فرع رشيد تنفيذا لتوجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء ذلك خلال اجتماع لاستعراض موقف عدد من المشروعات التي تنفذ حاليا على مستوى الجمهورية كما أكد مدبولي على الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لمشروعات الطرق والمحاور جنبا إلى جنب مع منظومة شبكة القطارات الكهربائية التي يتم تنفيذها حاليا والتي تمثل نقلة حضارية كبيرة وهو ما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج ما يصل إلى 924 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيه من رعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 332.531 متعافيا حتى اليوم وأشارت الوزارة في بيانها اليومية إلى تسجيل ما يصل إلى 1101 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها للفيروس ومتحوراته لافتة إلى وفاة 26 حالة جديدة أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل ما يصل إلى 47.113 إصابة جديدة بفيروس كورونا في حصيلة قياسية لعدد الإصابات اليومية بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 4.349.182 حالة وأضافت الوزارة في بيانها أنه تم تسجيل نحو 227 حالة جديدة للوفيات بالفيروس مما يرتفع العدد الرسمي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 301.334 حالة أعلن حاكم ولاية تاكسس الأمريكية أن جميع الأشخاص الذين احتجزوا كرهاء في كنسة يهودي أطلق صراحهم دون أن يصاب أحدا منهم بأذى وأضاف على توتيئ أنه تم تحرير الرهائن بعد أكثر من 10 ساعات من احتجازهم هذا وأعلنت الشرطة الأمريكية مقتلة منذ منفذ العملية في وقت سابق وذكرت الشرطة في بلدة صغيرة بالولاية أنها تتفوض مع رجل أخذ عدة أشخاص رهائن في كنيسة يهودي ويزعم أنه شقيق إرهابي مدان وفقا لوسائل إعلامية محلية ورياضيا حقق المنتخب الوطني فوزا ثامينا على منتخب باغنيا بيساو بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الإفريقية وسجل النجمة محمد صلاح هدف المباراة الوحيد في الدقيقة التاسعة والستين من زمن المباراة ليقود المنتخب الوطني لتحقيق انتصاره الأول في البطولة وبهذا الفوز رفعت مصر رصيدها إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني خلف نيجيريا المتصدرة بست نقاط بينما تجمد رصيد غنية عند نقطة واحدة بالتساوي مع السودان ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره السوداني الأربعاء المقبل ضمن لقاءات الجولة الثالثة والأخيرة انتهى موجز أخبار الثامنة عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر لكن بعد الفاصل